إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القطر النهاردة ذكرى 3 يوليو اليوم اللي شكل مرحلة فصلة في عمر الوطن بعد استجابة القوات المسلحة لمطلب الشعب وحمايته من إرهاب تنظيم الإخوان في اليوم ده انتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي اللي ألقاه الفريق الأول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أنا ذاك معانا خارطة معلناً خارطة المستقبل صورة في الحقيقة صدمت رئاسات دول صدمت أجهزة مخابرات أعلنت انتصار الشعب وتحيز الجيش المصري للشعب صورة أبهرت العالم كله وحبطت مخططات الإرهاب يا مصطفى في الوقت ده حقيقي جداً على أي حال خلينا نعمل قراءة تاريخية في هذا اليوم يوم 3-7 إزاي انحاز الجيش المصري لمطالب الثورة إزاي حمل إرادة الشعبية وإزاي حال دون انهيار أجهزة الدولة وإيه اللي كان ممكن يحصل لو استمر حكم جماعة الإخوان في المؤسسات المصرية رحبا معنا في فقرتنا النهاردة بالكتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع يكلمنا عن كل هذه التفاصيل أهلا وسهلا دعنا نعمل قراءة تاريخية ماذا لو كانت جماعة الإخوان استمرت في حكم مصر وماذا لو لم يكن هناك 36 أو 3 يوليو هو طبعا التاريخ مفوش لو لكن الحقيقة أنه يعني خلينا نقول أنه برغم أنها قراءة تاريخية لكن هي للمستقبل ويمكن 11 سنة دول اللي مروا على مصر أعتقد أنه هم بمثابة 11 عقد يعني عشرات السنين الحقيقة وإيه حد بيتوقف عند النقطة دي النهاردة بيشوف أنه حجم التحولات والتغيرات سواء في الداخل أو في الخارج واللي وجهته مصر زي وقفة كاملة والوطن قطعة واحدة ما فيش أي تهديدات ما فيش في استقرار وبنتناقش في تشكلات حكومة ومين يروح ومين ييجي في مشكلات صغيرة ويومية أعتقد أنه ده هيكتشف قد إيه كان الأمر موجود لو إحنا بنفترض لا إحنا مش محتاجين نفترض لأنه الحقيقة أنه 30 يونيو وما قبلها يعني منذ يمكن ديسمبر 2012 والإعلان الدستوري وإحساس الناس بأنه فيه تهديدات واضحة فيها عاوزين نعمل الجيش موازي ونعمل ميليشيات موازنية وشورطة موازية دي حقائق كان موجودة وموجودة على الأرض وفي الأرشيف يعني فكان تفتيت بمعنى أنه يعني ما كانش الدولة قادرة على تعيين محافظ قبطي في قنع مثلا تم منعه وتم تعيين إرقابي محافظ مكانه يعني دي ولقصه جاب واحد من جمال أسلامية محتاجة له يعني آه بالزبط في لقصه وفي غيره فكانت الفكرة أنه أنت يمكن الناس ممكن تبقى بتنسى مثلا أو كده لأنه التفاصيل كانت كتيرة ومركزة لكن آي حد فاكر أنه ما كانش عندنا مثلا في مصر مشاكل هوية يعني عنصرية شيعا وسنة ومسيحين ومسلمين كانت حاجات بسيطة كان فيه شيعا وسنة وقتل واحد على اعتقاد المشيعي ده قتل وقتلوا فيه ده قتل اتصحل في الشارع فكرة أنه عاوزين نعمل جيش وعاوزين نستغني عن ده وعاوزين نحل الأجهزة يعني ما فيش الدولة بمعنى صح فهو الفكرة ما كانتش مشكلات اقتصادية ومشكلات كل المشكلات الاقتصادية والساسية والحوار العام بين الناس يمكن حلات صحيح طالما الدولة موجودة حقيقي الدولة لو وقعت خلاص هو ده كان التهديد الحقيقي لهوية مجرد وده اللي يفرق بنا وبين الناس التانية فاهم الموضوع صحيح ويمكن الناس العادية جدا اللي طلعت في الشوارع اللي هو كان يقولوا حزب الكنبة والناس دي ملهاش علاقة الناس اللي كانت بتحس بخوف على أنه بيقول لك جامعة القاهرة دي نشتمها يهددوا جامعة يعني قلوا ايه جامعة القاهرة دي وكذي حصروا الاعلامي حصروا المحكمة الدستورية العالية يضربوا الناس في الشوارع فكرة انه ما عندوش اي تصور حوالين اي حاجة ما عندوش تصور عن التركيبة الفكرة الانتماء لاي حد او اجهزة في الخارج عندهم استعداد يبيعوا اي شيء او يرتبطوا باي شيء طالما ده مع مصالحهم تنظيم سري وعلني في نفس الوقت يعني عاوز يحكمه مش عاوز يبقى في السياق السياسي مش بس يوقع السلم اللي هو طلع عليه لا ده هو عاوز يلغي كل ده ونقعد 500 سنة وندخل في دولة دينية يعني هو الفكرة مش انه الموضوعات كل التفاصيل اللي ممكن نختلف عليها او نتفق فيها ممكن حلها طالما احنا على ارضية واحدة لا هم مش على نفس الارضية يمكن ده كان التلاتة يوليو عشان كده كان يوم تاريخ ويوم فاصل ويفترض ان احنا بالفعل نستعيده ونتعامل معاه لانه زي ما انا قلت صحيح ما فيش لو في التاريخ فيه فرد ارادة الشعب المصري اللي حصلت على مدى لكن كمان الفرد اللو ده اعتقد انه كان هيودينا في مساحات تانية وفي مصائر الدول حوالينا يعني بمعنى انه انت بتتكلم على دول سقطت في الغرب في الشرق في الجنوب في كل مكان حوالينا براميل البرود ودايما انا بشبهها بحد ماشي الناس بتخبط فيه وبتضربه وبتحدف عليه ناره ويطلع يبص يلاقي جسمه سليم وبيتكلم في تفاصيل الحياة فالفكرة هنا انه ازاي انقاذ ده وعلى فكرة الناس اللي كانوا موجودين في 30 يونيو وما قبلها واللي في 3 يونيو هم نفسهم اللي استمروا بعد كده ممكن يبقوا اختلفوا واتفقوا مع بعض لكن فضلوا هم الكتلة الوحدة اللي ما كانوش موجودين على فكرة طول عمرهم ما كانوش موجودين يعني كلنا فاكرين يمكن الكلمة الاشغر اللي كانوا انصارهم بتلاقي يقولوها انفجر مصر التهددات العلنية والصريحة للشعب المصري يعني والتحدي اللي كان يعني بيعملوه جماعة الارهاب للشعب المصري كان صريح يعني بان احنا هنفجر لو فكرتوا هتعاملوا حاجة احنا هنفجر مصر هم عملوا ده فقلا يعني هم مش هددوا والحقيقة انه مصر في 11 سنة اللي فاتت كان في 3 مراحل مهمة منهم مرحلتين كانوا الارهاب موجود بشكل كبير جدا دفعنا تمن كبير لان مصرين اما خرجوا واختاروا الاختيار ده في 3 يوليو وفي 30 يوليو اعتقد انه كانوا عارفين التمن كان فيه تهديدات جدية ومش بس تهديدات مباشرة يعني مش كان تنظيم الاخوان اكتشفنا انه عنده ميليشيات بدأت تشتغل لا ده تحلف مع داعش وتحلف مع التنظيمات الارهابية اللي موجودة في سوريا في العراق في غيره وبدأت كانوا عاوزين يعني وانت بتفترض في موضوع لو كانوا عاوزين يشحنوا ناس يودوها سوريا وبالفعل بعتوا ناس يعني كانوا بيفكروا ما عندهمش يدرك لا بأمن قومي ولا بكير ولا دولة ولا اي حاج تعتقد انه اللي حصل انه كانوا بيطلعوا في قنوات كمان احنا 11 سنة قنوات كانوا بيفرحوا بالعمليات الارهابية قنوات كانوا بيحردوا على قتلى المصريين قنوات كانوا بيشككوا طول الوقت يعني انت بتشتغل وتعمل ناخد يعني كل الحاجات احنا كان الارهاب موجود 90 شهر في 90 مليار جنيه تصرفوا قوات المسلحة شهداء جرحة ومع ذلك كنت بتقاوم ايضا تراكمات ومشكلات بتصلح الاقتصاد بتقاوم الفيروس سي بتشيل العشوائيات بتعمل شبكات طرق بتعمل كهرباء بتعمل طاقة بتعمل طاقة جديدة بتعمل مدن جديدة يعني دي مرحلة والارهاب كان موجود يعني ما كانش ممكن يبقى في ملف مقفول وملفات تانية بنتكلم في تفاصيل كثيرة جدا واختلافنا واتفقنا وصلنا النهاردة نحنا بنعمل حوار وطني واسع وبنتكلم في الحكومة وبنقول شيل ده وحط ده وعاوزين ايه ومطالبنا زي ما انتم كنتوا جايبين مش نازم تتكلم في الحياة اليومية الطبيعية صحيح بالرغم من انه مش بس الارهاب الحقيقة الارهاب وتحولات دولية وعالمية حروب نقص سلع في العالم ارتفاعات اسعار الطاقة والحبوب كورونا سنتين بتقفل العالم منتكلم على حرب في غزة بقالها تسع شهور شغالة ومؤسرة علينا البحر الاحمر قناة السويس كل ده وحنا بنعمل وبنبني وبنتوسع فالفكرة انه افتراض لو ده لا احنا مش محتاجين نفترض لو لان لو ده كان موجود فعلا وكان عندنا شق الصف اللحمة ده وحدة المصريين الحقيقة وتلاتة يولي والمشهد التاريخ بتاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها مع كل مصر مجتمع الازهر والكنيسة احزاب السياسية والسياسيين وحالة الابتهاج والفرح في الشارع باسترداد بلدهم اعتقد هذا الشعور مهم جدا يمكن دايما احنا ما بنبعد لان انا دايما بقول انه دول مش 11 سنة دول 11 عقد 110 سنة فعلا في التفاصيل بنحس انه المساعة بعيدة من حجم التحولات وحجم اللي احنا عملناه حجم التغير والاخذ والرد والشجاعة والاخلاص في اتخاذ هذا القرار والقدرة على ان انا عارف تمن كبير جدا كان هيدفع والدفع بالفعل ودفعوه المصريين والحقيقة الحمد لله يعني اي حد النهاردة بيراجع الارشيف وراهنات الناس على انه البلد دي بتقع وبتتفكك وان احنا بنخسر وده اعتقد اي حد بيراجع ده النهاردة هيكتشف انه نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه من 11 سنة هو اللي بيقولوه نفس التهديدات ونفس التحريض وغيره معلاش سؤال يعني يمكن يكون بعيدة عن السياق لكنه في ذات السياق واحنا بيتكلم عن حرب غزة احراك لسه اذكرها النهاردة اين جماعة الاخوان ومثالاتها من هذه الحرب الدولة المصرية النهاردة اللي اتهمت ان هي بعيدة عن قضية الفلسطينية هي اكتر من قدمت يد العون والمساعدات وكلنا شفنا اللي بيحصل النهاردة الجماعة اللي بتنطق او بتدعي ان هي بتنطق باسم الدين ومثيلاتهم لم يقدموا اي شيء في هذا الامر لا اتجارة بالقضية يعني القضية الفلسطينية اكثر القضية اللي تمت اتجارة بيها على مدى عقود الحقيقة ويمكن في ناس مش من مصلحتها او مش من اهدافها انها تحل القضية على اعتبار انها مفيش دولة زي مصر الحقيقة وده مش فخر يعني مش اداة فخر يمكن ده وادب كان على المصريين مفيش دولة زي مصر قدمت للقضية الفلسطينية ولديها موقف واضح من القضية الفلسطينية احنا كل الحروب اللي دخلناها مع اسرائيل من ستة و تمانية واربعين ثم ستة وخمسين سبعة وستين والاستنزاف و تلاتة وسبعين من سبب القضية الفلسطينية ما كانش عندنا قضية اصاصة وما كانش الاحتلال وما كانش اسرائيل وكانش الدول الاستعمارية وغيره كانت بتتكلموا على مصر احنا دي كانت نتائج لي ده فمصر خضت هذه الحروب ودفعت تمن كبير جدا ودفعت تمن غالي الحقيقة واظن انه اي حد بيتكلم يعني عادل مع القضية دي هيعرف انه مصر دفعت تمن كبير ادى بالفعل الى انها تفقد قدرتها على انها تستمر في تنمية وتنمية مستقلة لان مصر كان عندها صناعة وكان عندها تنمية مستقلة وغيره ودخلت في حروب وحروب فيها بعدها جزء كم من الحرب البرد زي حرب اليمن اللي بندفع تمن والحد دلوقت فالحقيقة انه مصر قدمت اه طبعا انه مصر مش بتتعامل الحقيقة حتى في الازمة الاخيرة وده سؤال مهم اللي انت بتسأله انه ده معت الاخوان تنظيم الاخوان او الناس اللي بيتهم دول اللي بيزايدوا دول ده موجودين طول الوقت لكن الحقيقة هو ما عندوش استعداد ان هو يبزو الجهد حقيق وما فيش مش بنزايد على الدول العربية لكن الحقيقة هو مصر في الازمة الاخيرة دي بتتعامل بدقة شديدة وعلى خطوط مختلف بتتعامل انها تمنع التهجير والتصفية اللي كانت موجودة من ضمن الخطط منذ اللحظة الاولى بعد 7 اكتوبة بتتعامل مع محاولة التقليل من اخطار التهجير والتصفية وغيره وضغطات الدولية كمان مع حرص على تنبيح وجهة النظر وشرحها من قمة القاهرة للسلام انه بعض الجهات الغربية والامريكية وغيره كانت منحزة بشكل رئيسي للاحتلال ووجهة نظر الاحتلال وبدأوا يقتنعوا النهاردة وبدأ العالم كله يتغير دي نقطة النقطة التانية ادخال المساعدات بشكل مباشر ومصر حريص على ده جزء التالت تقديم مبادرات لوقف هذه الحرب استقبال الجرحة وعلاجهم واعادتهم بشكل أم بآخر فتح الباب رفح المصرية كانت مفتوحة 24 ساعة طول الوقت أما الاحتلال أخذ ده مصر رفضت التعامل مع الاحتلال الدخول المساعدات مع المنظمات الدولية ومع الولايات المتحدة ومع غيره فاحنا بنتكلم على حرب خطرة جدا ومع ذلك مصر بتتعامل بدقة شديدة على كل الخطوط وبحسابات حقيقية وبمؤسسية وباحترافية كبيرة في المعلومات وفي غيره اللي بيهبد أو بيتكلم أو بيقول أي كلام أعتقد أنه هو ما عندوش فكرة عن الموضوع أو أنه مغرض لأنه مصر تورطت كمان يعني إحنا حرب ساعة ستين دي يمكن حتى لو حد بيرجع لتاريخها والأستاذ محمد حسنين هيك السنوات الغليان وغيره أنه حرب التوريط وأنه كان فيه برضو عمليات اللي هو عاوز يدفعك لأنك تدخل ربما تكون غير مستعد وربما تكون لديك أولويات أخرى في سياغ الده فالجزء المهم قوي وبعدين الحرب ما هيش المواجهات العسكرية فقط الحرب ممتدة فيها الجزء السياسي فيها الجزء الدبلوماسي فيها الجزء المعلومات فيها الجزء الاقتصادي بالزبط طيب تلاتة يوليو بقى نرجع له مرة تانية وخلينا نتكلم على من مخططات دايما جماعة الإخوان أنهم ما عندهمش فكرة الحدود أو ترسيم الحدود للدول لا هو فيه اسقاط للهوية المصرية كان كان زي استراتيجية هم بيمشوا عليها النهاردة انحياز الجيش المصري ليه ما أرادوا الشعب المصري وانتصار الهوية المصرية ورفض مخططات جماعات الإخوان ده ازاي بتقراء ازاي استجابة سريعة من الجيش المصري شوف وتنظيم الإخوان منذ نشأته في العشرينات من القرن العشرين أعتقد أنه كان جزء قوي من مخطط استعمار كبير لتفتيت المنطقة يمكن لو احنا بنرجع لورة شوية دايما بنقول أنه ظهرت إسرائيل والإخوان المسلمين تقريبا في وقت واحد وهما كانين دينيين بيشقوا المنطقة بالطول والعرض دعها نقطة نقطة الثانية الإخوان مش بس مش مقتنعين بالحدود لأ هما مقتنعين أنه ويمكن ده يمكن ظهر بعد 25 يناير ويمكن بدأ ترجمة هذه المخططات اللي نتكلم عليها لأنه احنا مش عايزين سلطات شكلا يقولوا لأ احنا دي ديكتاتوريات فنسقط الجيوش ويبقى فيه ميليشيات ويبقى فيه غير ونعيد تقسيم المنطقة ده كان بيتلاقة مع مخططات كانت موجودة قبل كده أن احنا نوقع الحدود كلها ونبدأ نعيد تقسيم المنطقة بعد سايكوسبيك ويبقى فيه سايكوسبيك ويبقى فيه سايكوسبيك ويبقى ناخد حتة من ليبيا مع حتة من مصر حتة من سوريا مع حتة من أردن وده كان هيخدم قوي على المشروع الصهيوني الحقيقي أو إسرائيل ويمكن ده فكرة التصفية وخدوهم سينة يعني بمناسبة أن احنا بنتكلم في ده في عادة الصياغة كان يخدم الفكرة اللي هما كانت بتطرح وظهرت بعد 7 أكتوبر إنه عاوزين ناخد جزء من سينة وجزء من الأردن ونحط فيه وننقل فيه يعني إما تاخدوا 2 مليون أو 3 مليون فالإخوان وتنظيمات أخرى الحقيقة تتدعي بعضها بيتدعي السورية وغيره وكانت مع إسقاط السلطات والحدود بحيث إحنا ما بقاش فيه السلطات اللي هو الفكرة الفوضوية أو غيره وبعد كده نبدأ نعيد تشكيل ده فهم مع إسقاط الجيش مع إسقاط المؤسسات لما كانوا معادين الإخوان كانوا معادين للجيش مخابرات أجهزة الأمن إنه إحنا عاوزين نعمل جهاز داخلية وزارة داخلية موازية وده كانت موجودة في بعض الدول وأعتقد أنه هما كانوا بيحاولوا نقلوها وهي اللي بدأت التفكيك ده فالفكرة هنا أنه الاستقطاب مع ده وعلى فكرة كمان مش بس مع إسقاط الحدود كانوا مع التحالف مع داعش إحنا فاكرين أنه كان فيه اتصالات مع تنظيم القاعدة وداعش بعد كده اللي كان منتج وداعش بالمناسبة هو زواج أجهزة مخابرات مع بقاة تنظيمات الإرهابية اللي عملتها برضو أعيزة للمخابرات القاعدة وأفغانستان إحنا عارفين السي آي إيه وغيره مع أموال عربية وتم تدريبهم وكده فالفكرة هنا داعش مع تنظيم زي الإخوان فنبدأ نسقط الحدود وأظن ده كان ظاهر إعلان خلافة وهمية في الشام والعراق وغيره وبدأوا يجوا اللي هما أنصار بيت المقدس اللي هما لم يقوموا بأي عملية من صالح بيت المقدس أو ضد إسرائيل أو ضد الاحتلال وبالتالي فاحنا بنتكلم الخطاب المعلن شيء والواقع شيء لأنه تنظيم الإخوان زي ما قلنا شق المنطقة فهم كانوا معداء عشان كده هم حجم العداء للرئيس عدف التحسين صحيح وللدولة المصرية والجيش المصري والأجهزة المختلفة لا يقوم لا يتوقف من طيب كبير الإخوان وهم بيعتبروا ده صار شخصي أي رب تجاهوا إحردوا على القتل وتهدمت نظريتهم خالص آه فهو حتحول بس سريعا لشأن سريع أنه في معواجل جات على إكسترا نيوز أن محمد إبراهيم شيمي وزيرا لقطاع الأعمال أرانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي والفريق كامل وزيرا للنقل والصناعة طبعا بجانب ما ذكر من وجود عدد من الوزارات تم ضمها يعني وزارة الهجرة أصبحت مع الخارجية السفير بدر عبد العاطي برأيك وإحنا بنتكلم في معركة التنمية بعد ما حدث قبل كده التشكيل للحكومة الجديد كيف سيلبي طموحات الشعب المصري في ضوء يعني برضو ما شاهدته من التقرير اللي كان في الشرع المصري أنا رأيي أن الحكومة دي هي جاية في أخطر وقت وهي واحدة من أهم الحكومات اللي هتكتب اسمها بشكل أو بخر وأظن أن الرئيس عبد الفتاح السيس سواء فيه ما أعلنه بعد قسم اليمين الرئاسي في العصمة الإدارية أو فيه تكليف الحكومة كان واضح جدا ويمكن قبل كده في فكرة أن الحكومة دي لازم تكون قادرة على العمل معا كفريق لأنها تواجه مشكلات عجلة زي جهربة والطاقة والأسواق والأسعار والعرض والطلب واقتصاد السوق وفي نفس الوقت تبدأ تخطط لقضايا مهمة وأنت كنتوا جايبين للناس هنا لوه زي التعليم والصحة ونبدأ نشتغل بشكل واضح وكمان الحكومة تكون قادرة على مخطبة الناس فيه جزء دايما فيه جزء تكنقراطي من دور الحكومة فيه جزء السياسي جزء السياسي لا مفصل عن جزء أنا بخاطب الناس لأن إحنا مصر يعني إحنا كنا بكلمة على تلاتة يولو إحنا مصر يمكن حظنا السيء إنه فيه تنظيم إرهابي تنظيم كاذب طول الوقت دعاية مضادة ده مش بحصل في حتة في العالم يعني أي تجربة ديمقراطية في العالم سياسية ما كانش فيها لإخوان المسلمين فنبقى بناخد وند إحنا كيان واحد لكن أول مرة نشوف حد بيحرد وبيتمنى سقوط الفحنة الحكومة بهذا الدور السياسي لا ينفصل لإنه الشائعات والدعاية وغيرها مش لازم الرئيس يشتغل لوحده طول الوقت إحنا الرئيس سابق بخطوات للحكومة بيوجهها لازم يشرحه للناس لازم يتكلم عن الناس وكمان بفيه قدرة على تلقي الشكاوى والتعامل معها نهد مبادرات الرئيس اللي حلت قضية زي الفارسي العشويات وحياة كريمة لإعادة صياغة ومئة مليون صحة ليه أنا ما استفدش بده في التأمين الصحي الشامي على سبيل المثال المبادرات الرئيسية أدمجها وتعلم منها اللي هي كتقدرة على حل مشكلات مستعصية بسرعة وبدون وعبورا على البيروقراطية كمان الوزراء والحكومة محتاجة تشتغل بسرعة وتشتغل استفادة من قاعدة من بنية أساسية ممتدة عندي السياحة كحشيء يقدر يجيب عوائد عاجلة فرص عمل ما كانش يجي الاستثمارات المليارية دي لو لا عندك بنية أساسية ممتدة طرق كباري قطارات خفيفة مترو احنا بنكلم السائح النهار ده يقدر يشيل شنطته يلف القاهرة كلها وبعد كده يطلع يعني أكيد نقلة نوعية في الطرق إذا احنا بنتذكر النهاردة 3 يوليو دي حكومة بتقسم في 3 يوليو دي لها رمزية يجب أن تكون على مستوى 3 يوليو شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق أول وقتها فتاح السيسي وتحمله المسئولية وإخلاصه وكمان أنه مقدم برنامج ما وعدش بأنه هيحل كل مشاكل اللي هنعمل معا هنشتغل هنشتغل طول محد بهاجمك بتشتغل وعلى فكرة يعني كل ده احنا 3 يوليو أو 30 يوليو وما كانش ضد فكرة أنه أكل وشرب لأن ده بيتحل في النهاية احنا بنروح ونيجي وقضايا اقتصادية واقتصاد مهم جدا واقتصاد هو نهاردة في الحكومة لكن كمان الهوية والبلد والاختطاف اللي كان موجود فلازم الحكومة تبع المستوى ده ولكن خليني أقول لحضرتك وملفات متشابكة مفيش ملف الصناعة مرتبطة بالتجارة مرتبطة بالاسترات الصحة مرتبطة بالزراعة مرتبطة بالانتاج العلف يعني كل ده في مصادر كمان الأكستر نيوز بتجديد الثقة بمعالي الوزير خلد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان وخليني أقول لحضرتك أنه أخذنا ما يقرب من شهر للإعلان عن الحكومة الجديدة وده بسبب أن كان فيه اجتماعات كثيرة جدا لاختيار الكوادر المناسبة لهذه الحكومة بما يتناسب مع زي ما حضرتك كنت لسه بتقول الفترة الحرجة اللي بنمر بيها سواء اقتصاديا أو إقليميا ودوليا كمان خليني أتكلم مع حضرتك عن هذا الوقت وإنه اختيار هذه الكوادر للحكومة الجديدة شايفها إزاي الأسامي الجديدة اللي انضمت للحقائب الوزرية والحقائب الوزرية الجديدة اللي انضمت لبعض الوزرات يعني هو فكرة الدمجة والظهور وزرات جديدة مثلا كنا بتكلم على الاستثمار مثلا عودتها الاستثمار مهم جدا نترتبط بالصناعة إحنا بنقول دايما أنه عمل الفريق أنه مش عاوزين نتعامل مع وزرات عاوزين نتعامل محكومة قادرة على العمل معنا فمثلا الاستثمار مهم جدا ربطا بالصناعة وربطا بالزراعة وربطا بالمشروعات الصناعية اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت الرمال السوداء وغيره والكوارتز والصناعات الغذائية وسيلوفيد وغيره فدي قضايا مهمة الزراعة اللي موجودة كتوشكا والمليون نصف الدان والمنطقة الغربية والنهر الصناع اللي موجود اعتقد الاستفادة من ده مهم والتخطيط في ده مهم زي ما انت دربت المثل فيه تسافير بدر عبد العاطي وهو خبرة فيه قالها ان وزارة الخارجية وضم اليها الهجرة كمان فيه النقل يضم اليها الصناعة ملفين في منتهى الأهمية اعتقد النقل حصل فيها نقلات كبيرة في القطارات في المترو وفي خطوط المترو الجديدة كمان اعتقد الصناعة محتاجها حركة كبيرة وهي الصناعة مرتبطة بكل الأنشطة التصنيع الزراعي زي ما بنقول الرئيس دايما يتكلم على توطين الصناعات توطين صناعة زي الأعلاف عشان عندي صناعة الدواجن وصناعة واللحوم والألبان وغيره توطين صناعة زي السيارات الكهربائية النهاردة مع الصين المنطقة الصناعية في قناة السويس اعتقد انه كمان محتاجين خارطة الاستثمار في الأقاليم والأول مرة كان مع الرئيس عبدالفترح سيما انه الاستثمارات مش في القهيرة بس احنا نتكلم بني سويب فيها مصانع موبايلات وتكنولوجيا فيه أسوام فيها لأسور فيها الغربية وهو ده المطلوبين للوطن المصر السماعات المختلفة احنا هتقد انه نهاردة وإحنا في 3 يوليو ودي حكومة بتقسم في 3 يوليو لها رمزيتها استعادة مصر وقدرتها وتحدياتها 11 سنة احنا في مراحل مختلفة للتحدي الشجاعة لإخلاص العمل اعتقد الحكومة محتاجة تطلقى ان تعمل ولا تنتظر انه الرئيس يوجههم او غيره لانه فيه سياق عام ورئيس حاطة سياسات عامة لانه الرئيس عنده ملفات مختلفة كثيرة بيدير كل هذه الملفات عليهم ان يستجيبوا تحديات اقليمية وتحديات دولية وتحديات اقتصادية ده مهم او انه يبقى موجود فهذه الحكومة جاء في وقت مهمه عليها مسئولية وستكتب اسمها في حال عملت كفريق بقوة تلبية لمطالب الناس طيب حرك بتكلم عن خريطة الاستثمار يعني خليل ناخد سؤال اخير عن خريطة الطريق اللي علانها رئيس او الفريق اول عبدالفتاح السيسي في 3 سبعة 2013 حينما وضع خريطة الطريق وضع فيها عدد من الخطوات من اجل اعادة الهوية للشعب المصري خلينا سريعا نعمل قراءة تاريخية لخريطة الطريق كيف اثرت وكيف يعني استفادت منها ثورة 30 يونيو او كيف انحازت لمطال البمصريين اعتقد انه اي حد منصف وبدون تهويل او تهويل يجب ان ينظر الى قضايا مهمة جدا تحققت التمكين فيه فئات كتيرة جدا ما كانتش ممكنة سياسيا الاقباط والمرأة وزا والقدرات الخاصة ودول ما كانوش ما كانش فيها ويا خالص نهاردة بقى فيه كوتا وبقى فيه نسبة برغم انه بعض الناس كانت رفضة لكن نهاردة هذا التمكين اشوفنا دستوريا دستوريا نهاردة مجالس المحلية الحوار الوطني وقدرته على الانتصاص ده الجزء الخاص بتطوير الخطاب الديني حجم التسام حجم ما حصل فيه قضايا كانت معلقة بقالها عقود ومحدش بيروحها حصلت زي قانون بناء دور العبادة اللي حل قضايا كبيرة كنا نشوف كل يوم مشكلات ما زال هناك ترصبات اللي كان بتنته بناء الكنائس اللي هو انت مش متداي ان انا كل مدينة جديدة فيها كذا من روحنا حتى المؤسسات التوجيه اللي هي تبع الدخلية وكده فيها الكنائس زي الجواب فيه الفيروس سي وقضاع الفيروس سي بالمجان لملايين المصريين وكاد أزم حقيا نقل العشوائيات اللي هي كاد بتعتبر عار كل دي بالمناسبة انفق عليها فلوس كتير جدا محن تش يقول لي النهاردة انه ان دي ما كانتش ضرورية او بنيرمي بتقول العشوائيات في ايوان حياة كريمة وعادة صياغة الريف طرق ومدارس وغيره انفق ما يقرب من تريليون جنيه على حياة كريمة اكتر من نصف المصريين اللي كانوا طول وقت محرومين محدش بيعرف يروح مدرسته النهاردة فيها مفترض يبقى فيها اتصالات يبقى فيها طرق يبقى فيها غير فالتمكين المصريين احنا محتاجين فيه طبعا يعني محللاش كل حاجة في الحوار الوطني النهاردة اللي بتكلم انه هيقض مع الحكومة الجديدة وقول له توصيات وتشريعات والحبس الاحتياطي والحريات والمشاركة السياسية فيه معارضين كتير بقى في الحوار الوطني النهاردة وبيتكلموا وفيه اخذ وراء الدفاحنا فيه قضايا كتيرة جدا محتاجين تكافؤ الفرص بقى في الوظايف وظايف اكتر التعليم والصحة ربط اول مرة كلام الطاقة الجديدة والمتجددة ربط التعليم بسوق العمل اول حد كان يتكلم في ده كان الرئيس فيه اكتر من مناسبة التعليم النهاردة في مصر الطرق النهاردة في مصر خادت من 65 مركز كنا اكتر دولة فيها حوادث طرق لازم نعترف انه ان احنا قطعنا شط ونفتخر بده ونبني عليه ان احنا قادرين ازعى 11 سنة بكل هذه التحديات حروب وارهاب ودعاية وشائعات وتفجيرات ودرب وحروب دولية وحروب بردة وغزة وغيره وعملنا ده فاحنا بالتأكيد قادرين على انه نعدي المحالة دي بنفس الشجاعة والاخلاص اللي بنستمده من الدولة المصرية كل شكر لي الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع بنشكر حضرتك على وجودك معنا شكرا جزيلا سيد اكرم